مرحبا حبايبي ان شاء الله تكونوا بخير ياريت اذا حبيت الفيديو تضعوا لايك و اذا انتم اجداد تشتركوا فيها معكم نيلي مع اطيب وصفة اقراص جوز الهند يلي مقاديرة 270 غرام جوز الهند 4 بياض البيض كاسة سكر مع لقة صغيرة فانيل سكر مع لقة صغيرة بيكم بودر 2 معلقة كبيرة من الطحين و 2 معلقة كبيرة من الكاكاو والزينة شوكولة بني شوكولة ابيض زائد معلقة من زيت المازولا اول شي اخذنا جوز الهند وحطيناه بمحضرة الطعام مشان ينعم اكتر في ناس ما بيعملو هالخطوة انا بحبه الجوز الهند بتكون نعمة نعمناه وحطيناه على طرف بعدين اخذنا البياض البيض عنا اربع بياض البيض وحطينا معه كاسة السكر وحطينا الفانيل وضربناهن مع بعض نضربهن مع بعض منيح بعدين رشة الملح ما ننساها اكيد لكل حلوة بدنا رشة ملح وننزل عليه جوز الهند نخلطه منيح ونحط معلقة البيكن بويد معلقة صغيرة ونحرقهن مع بعض بعدين الخليط نقسمه لقسمين قسم البيض نحط له طحين معلقتين طحين والقسم الثاني نحط له معلقتين كاكاو ونخلطهن بعدين بتحطوه بالبراد اقل شي نص ساعة بعد هالخطوه يعني نغطي ونحطوه بالبراد نحطوه تقريبا نص ساعة ونبلش بعدين بعدين نبالش نشكله هيكا اول شي بالقالب ندهنه بالزيت وندهن يدينا بالزيت وهيكا نحطوه بالقالب هذا القالب بلاستيكي عندي ايا انا ونقلبون هيكا طبعا نقلبون على الورق او على بلاستيك مثل هذا البلاستيك يتحمل حرارة وهيكا اذا شي مفتوح نرجع نحط له رشقة صغيرة وهيكا نكمل شغلنا كله نحطوه نفس الطريقة بعدين نجيب جوز الهند البنة كمان نعملون يعني قصدي انه مشان ما نحركوا من محلهم لذلك نحط ورق فورا علي مشان ما نحركوا يعني ما بتحمل تحريك هيك كلهم نقلبون ونخلي بمكانوا نعمل كمية كله نكون مسخنين الفرن على مئة وسبعين مسخنينه وبدو عشرين دقيقة هيك جهستون انا وبعد ما طلعوا من العشرين دقيقة خليتهم يبردوا تماما بعدين الشوكولة كنت ندوبة الشوكولة مع لقة الزيت حطيتهم بكيس الحلواني وهيك عبيتهم كلهم هدول المحل بالنصف الفراغ كلهم عبيتهم بالشوكولة الابيض حطيت له بني والبني حطيت له ابيض وهذا كل واحد حر بزوقه كل واحد متل ما يحب خليه يسوي واشالله عجبتكم الوصفة واذا عجبتكم لا تدخلوا علينا بلايك وكومنت حلو وشكرا لمشاهدتكم حتى النهاية وقدر اهتمامكم ووقتكم الثمين وإلى اللقاء في وصفات قادمة هيتو